اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت في القرآن وافترفت على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك ذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم إني أفتح الثناء بحمدك وأنت مستدون للصواب بمنه وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكالي والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنتني في دعائك ومسألتي فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عذرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلائهم قد فكتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في المؤول ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مباد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهري بالكرم مجدوه الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائن ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوحاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إلي عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إلا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ملبي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطأي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمته وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت وأدعوك آمنا وأسألك مستنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما خصدت فيه إلي فإن أبطأ عني عتبت بجهلي علي ولعل الذي أبطأ عني أني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولان كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا آراد إنك تدعوني فأولي عنك وتتعببوا إلي فأتبغضوا إلي وتتوددوا إلي فلا أقبل منك كأن ليتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك والتفضلي علي بجودك وكرمك فارحم أبدك الجاهل وجد علي بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك المول مجر الحقول مسخر الرياح فارق الإصباح ديال الدين رب العالمين الحمد لله على قلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على أطول أناتي في غضبه وهو قادر على ما يريك الحمد لله خالق باسق الرزق فارق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والعنغام الذي بعد فلا يرى وقرب فشيد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له مناسع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعابده قهر بحزة الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشعى الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة ونعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكام من موهبة هنيئة قد أغطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأذني علي خامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتكوا حجابه ولا يغلقوا بابه ولا يردوا سائله ولا يخيبوا آمنه الحمد لله الذي يؤمن الخائفين ويلجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكه ويستخلف آخرين الحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريح المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيتي ترهد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا من احتديا لولا أن هدان الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرجق ولا يرزاق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يضيوت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم يصلي على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفينك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وألمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحملت وسلمت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك الله صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلي على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسني والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجغفر بن محمد وموسى بن جغفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف العادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم اللهم وصلي على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفوا بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اللهم اجعلوا الداعي إلى كتابه والقائم بدينه استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مدد له مدد له دينه الذي ارتضيته لا أبدله من بعد خوفه أمنى يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم اللهم أعزه وأعجز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا حسيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيه حتى لا يستخفى بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعزوا بها الإسلام وأهله وتذلوا بها اللفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاقته والقادة إلى سبيله وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به قائلنا واقضي به عن مغربنا وأجبر به فقرنا وأجبر به فقرنا وسدى به خلفتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفكى به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشعب صدورنا وأذهب في غير قلوبنا وأهدنا بي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى سراط مستقيم وانصرنا بي على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشق إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تغجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عللينا فارفغنا وبكأس من مغين من عين سلسبيل فاسخنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ودحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والإستبرق فألبسنا وليلة القادر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا يا خالق نسمع واستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءتا من النار فاستجب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبدلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكذبنا ومن ثياب النار وسرابي للقطران فلا تنبسنا ومع الشياطين كل سوء يا لا لا اله إلا بحق لا إلا إلا أنت فنجنا اللهم إني أسألك أم تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحجوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدأ أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجوم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني من من تنتصر به لديني ولا تستبدر بغيري أعوذ بجلالي وجهك الكريم أن ينقضي حني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك يقبني تبعة أو ذنب تعذبني عليه إلهي وقف السائلون ببابك ولا ذا الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحبي بحر جودك وكرميك يرجون الجواز إلى ساحتي رحمتك ونعمتك إلهي إن كنت لا ترقم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمال للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وعدامه إلهي إن كنت لا ترحم إلا المضيعين فمال للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا من القابلين فمال للمقصرين إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجاى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتي واعتقنا من النار بغفوه واغفر لنا قنوبنا برحمتك يا أرحم أرحم الراحمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة